ترجمة نانسي قنقر ماشا 72000 كيلو على سيارة صاحبي الجوكر بنزلكم صورة سيارته ما شاء الله تبارك الله هذا صورة السيارة قبل ان فك منها المكينة والقير طبعا السيارة مفك المكينة والقير حقها عشان يساوون عليها مكينة موستنج 400 إحصان وقير 5 سرعات ما شاء الله تبارك الله طبعا القير راح ابيعه ولقيت القير مستورد مو بوليسي عادي ولا تدري كم ماشي بل 2500 ريال اما انا بوليسي ونظيف وماشي 72000 كيلو وراح ابيع بل 2500 ريال يعني اللي يبغاه يتواصل معاي واتساب رقم جوالي قدامكم في الشاشة حياكم والله والله يبارك للمجتري مقدم ديت على الكرام فيكس سودي هذا المكينة 5-0 سامونتا وواصل نطف المكينة تدل السيلاط تربص المكينة بالكامل مش هجوعة بنين لسها ورادي سوينا القواعد سوينا كل شي قواعد موجودة فانما نعدي حين بس هنشوف السمان باتة ان شاء الله ببطلون القطع ببطلونها سيارة بس كامل قلمونة نحط كمبراسر دينما تشارج نبطونها كامل خلينا نبطلون ننتيك نبطون التروتل نشعيك اللي كات ما اللي كات اللي فيها قبل ما نحطها بالسيارة نركب هذا عني فوق ببال السوبر سيارا ای بمشته نحط نحط رات بعض سو رات سبب ان اعطاني المكينة انها ركب مكينة موستنك 5 لتر اللي تجي 412 احصان وهذا القير اربع سرعات حق بوليسي اصلي ماشي 72000 كيلو راح ابيعه وقبل ابيعه راح اشوف اسعار المستورد 2011 على كم اسعارها عشان لان نظلم القير في البيعه لان نبيعه اقل من سعره ولا نبيعه اكثر من سعره وعطونا نسوماتكم ورقم جوالي قدامكم في الشاشة كلموني واتساب واللي يبغى القير موجود والضمان تشغيل يعني تركب القير وتشغل السيارة وتمشي عليه ار واول وثاني وثالث ورابع وتتأكد منه لان القير ماشي الله ماشي 72000 كيلو وخالي من المشاكل بالكامل فالقير للبيع واللي يبغاه يتواصل معي طبعا دبات تلوث والمكينة كلها راح تركب احتمال ابيع الكارتير والبوابة لان ما راح استفيد منها والضفيرة بعد حتى الضفيرة راح بيها فاللي يبغى شيء من الاشياء اللان اذكرتها يتواصل معاي واتساب الضفيرة حقه المكينة كاملة والقير والبوابة والكارتير والثلاجة راح اشوف يا بيع الثلاجة القديمة يا بيع الثلاجة الجديدة اذا الجديدة تركب على طول اكيد من الثلاجة القديمة عندي تمام وهذه بعد تمام عسى الله يبارك لنا ويبارك للذين يشترون الأغراض هذه السلام عليكم عدنا لكم من جديد حاليا انا في محل مستورد مكاين وقيور طبعا هذا القير شد بلد مو مكوك من المكينة جاء قطعة واحدة مع المكينة نفس اللي عندي جاء قطعة واحدة مع المكينة بس هذا عادي وان اللي عندي بوليسي المكينة والقير البوليسي أتوقع نفس العادي بس الفرق هي الكمبيوتر والدينامو والسيسبينشين هذا الفرق لك على العموم انا مدري القير فيه فرق او لا لكن اللي عندي بوليسي وهذا نازل من عادي يعني هذا المكينة والقير نازلين من فكتوريا عادي مستورد ولا ندري كمال مامشا اما اللي عندي هناك ما شاء الله شفتوها انظف من هذا بمليون مرة هذا ب 2500 ريال وان اللي عندي شفتوها انظف بكثير من هذا واللي عندي مالشي 72000 كيلو وهذاك بدون ضمان بس ضمان تشغيل وهذا ضمان شهر هذا ب 2500 ريال وان اللي عندي راح ابيعه ب 2500 ريال بس هذا ضمان شهر وهذاك بدون ضمان بس هذاك انظف يعني ما شاء الله تبارك الله ونازل من بوليسي فاللي راح يتواصل معاي خيارة يا ما شاء الله تبارك الله فورد F3 50 2021 هذا ودك تشتريه وتسويه سطحة ما شاء الله تبارك الله يأخذ الديزل يأخذ الديزل طبعاً 330 حصان 6.7 ديزل 8 سلنتر 6 سرعات ماشاء الله والله يريدك تسوي سطحه يا رجل والله يريدك تسوي سطحه و تسوي عليه مشاوير لدبي لعمان ماشاء الله يرزبنا تبارك الرحمن دعني اركب السيارة اركب السيارة و اتخيل دعوني اتخيل بس اتخيل ماشاء الله شوف الدبل دبل ارضي يا حبيبي دبل ارضي توني ادري ان الجديد لسه باقي يجي دبل ارضي هذا الدبل يقول لك وللعمر مو الفرار لمرات يعلق و يخرج هذا ارضي ماشاء الله تبارك الله ناكسه ان يكون قير عادي يا شباب تخيلوا تخيلوا اني اسوقه و شايل معاي سيارة و اطلع فيها مشوار 20 ساعة يا الله يا اخي والله شي جميل قسم بالله شي جي بي الله يرزقنا شوف 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 شوفوا الاعتمدية شوفوا الاعتمدية للنوافذ هندل 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 ماشاء الله تبارك الله هذا اللي يقول لك ما في موتر اعتمادي عند فورد بيكب هذا يا حبيبة ابو الاعتمدية ماشاء الله شب غير ارضي و نوافذ هندل اشتبي اكثر من كده والاكثر مبيعا في فئته يعني مو شرط عندنا يعني ما شاء الله بس كمبيعات عامة هذه الفئة الفورد هو الكثير مبيع ما شاء الله تبارك الله الله يرزقنا فزا الله يرزقنا ما شاء الله تبارك الله شوف السست ما شاء الله واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر عشر لا مو عشر معاً لفوق احد عشر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شوفوا الأنوار شوفوا الأنوار زي الهاب القديم أو خنقول البهبهان كلهم يجون ذي الأنوار ما شاء الله تبارك الله شد بلد 2021 وباقي يجي كذا كلسك النور خلفي ما شاء الله يا أخي والله تتبعني سطعة هيدروليك ما شاء الله تبارك الله يا شباب لا تلوموني والله مقهور ودي بواحد اليد قصير والرجل قصير بعد استخبر الله يا رجال انسى 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 حتى لو عندك قيمت من جديك تأخذ موطرة زي ذا تخلي سطحة تأخذ لك سطحة جاهزة أفضل لك موجودة في السوق 90 ألف جاهزة 2013 تخيل على داخل هذا ب 266 ألف ريال سعودي وتحولها سطحة هيدروليك فولداون وهو نزول كامل ب 45 ألف عند كراج يا رجال من جديك 300 ألف عشان تشوي لك سطح وبعدين تشيل سيارات على ألف الفين سلامات بس الله يرزقنا يا رجال و الله يرزقنا هذا باس بس هذا الباس مستحيل أأخذ ليش؟ لأن انا في بالي أأخذ باس فورد و أخليه طبعا هذا شاسي قصير هذا شاسي قصير أحب الشاسي الطويل عشان حق سطح هذا تخليه تحميل طبعا هذا فورد رينجر و ما شاء الله تبارك الله الشاسي قويل بس مو دبل عشان كذا ما أحبيت أنا أحبيت دبل وهذا الباس اللي أنا أحبه تقدر تسويه ورشة متنقلة يعني تسويه ورشة متنقلة فما شاء الله تبارك الله إن شاء الله مفتوح أيوه هذا ما شاء الله تبارك الله جدا وزيعي هذا تسويه ورشة متنقلة تحط فيه معدات اللي هو حقة الصيانة ما شاء الله تبارك الله يعني صيانة تغيير زيت فرامل التكيف ما تكيف فريون ما شاء الله تبارك الله أنا ودي بمشروع واحد بس هذا قير عادي هذا حلم حلم هذا طبعا كم سعره شامل الضريبة شامل الضريبة 95 ألف ريال سعودي طبعاً هذا مو صناعة أمريكية شوفوا الفرد هذا زي الفيجو حتى تصميم مشابه للفيجو جداً جداً مشابه للفيجو ست سرعات ما شاء الله تبارك الله توقع هذا تجميع تجميع في الهند مو تجميع مريكي زي ذاك يعني شوف شكله متوحس شوف الجزيريات اللي في السكف اللي تسمون هنتم جميحيات ما شاء نسميه الجزيريات منتوكيلات الجزيرة طبعاً حتى فيه تريلات راس التريلات اوه الفور تتعم ان شاء الله بس هنا يطلع لك هنا وين التجميع توقع التجميع يطلع هنا عند الباب توقع ان يطلع عند الباب تجميع ميدن 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 مو موجود بس المهم نظام ويوسي مستحيل ويوسي هناك اليوسي هذا اليوسي هذا لجاك جميحيات لجاك جزيريات ما شاء الله هذا سعره أقل هذاك 266 ألف ريال سعودي شامل الضريمة هذاك شاسي طويل هذاك شاسي قصير هذاك تقدر تخلي سطحة شوف حتى من هناك يبين الشاسي شوف هذا قصير شوف كيف هذا قصير هذاك طويل طبعا هذا حق ركاب باس هذا كم سعره هذا سعره شامل الضريبة 109 هذاك 95 وهذا 109 هذاك حق حموله وهذا حق ركاب ما شاء الله كم راكب هذا يشيل هذا مصفوت حسنا ثلاثة 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 ستة يشيل تسعة ثلاثة في الأمام ثلاثة في الوسط ثلاثة من خلف تسعة ركاب وإذا كانوا نحيفين يقلون أكثر ثلاثة 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 سعره فلا كم راكب يعني فيه جاهز بتسعينا فأخذ هذا واسويه والله يكلفني 300 ألف هذا تخيلوا لو من جد اشتريته وحول سطحه فول داون راح يكلفني 300 ألف ريال سعود إن شاء الله تبارك الله والله في مقاطع له يعني من موديل السبعينات لين موديلات وهو 13 في البرازيل وفي المكسيك يا أخي مفلمين فيها فلان ما شاء الله يتحمل قوي لدرجة انتوا شايفين كيف غير أرضي وهندل يعني يتحمل بشكل قوي فورد رينجر نشوف لكم السعر طبعا هذا ديزل طبعا الفورد رينجر والتيوتا هاي لوكس هم أكثر سيارتين مبيعا في فئتهم صحيح ان الفورد رينجر يتفوق في العزم لكن التيوتا هاي لوكس يتفوق في الاعتمادية أكثر يعني ما شاء الله هذا اعتمادي بس التيوتا هاي لوكس اعتمادي أكثر هذا من الاحصايات اللي جلست تتابعها عن سيارات البيكب صغيرة الحجم أو متوسط الحجم سعره 88000 شاملة دريبة المحرك ديزل 2.2 ليتر العزم 150 حصان الديزل هاي لوكس مدري كم ممكن ظلم من الهاي لوكس شكل هاي لوكس اقوى من ذا في العزم لكن لا اعرف انه كمحرك اقوى محرك عند فورد رينجر بنزيم و اقوى محرك عند الهاي لوكس بنزيم فورد رينجر اقوى وبس كده خلصنا التغطية ودنا نطلع بره شفى الشكل الباب مكفول طبعا هنا الراسل تريلات ما شاء الله تبارك الله فورد مو سهلين في موضوع راسل تريلات يعني شوفوا هم المستمرين عكس جمس ودوج وشفر هذين استمروا يعني هذين الجمس والشفر وقفوا هذين مستمرين الى الان ما شاء الله تبارك الله لان الفورد ما شاء الله متفوق في هذه الفئة يعني حتى في 2018 او 2019 اخذ شاحنة العام يعني افضل شاحنة حتى تفوق على المرسيدس يعني في ناس بيقول لك المرسيدس افضل صحيح افضل حتى منتشر بره شوفوا كيف كيف بس نقصد في اجيال في الفورد تفوقت على المرسيدس لكن كانتشار لا المرسيدس رقم واحد في السعودية معروف قديم وجديد انا مو عنصر يا شباب انا اعطيكم الواقع والصحيح يلا انا جاوا هي بالفيجو اساسا لو تشوفوا الفيجو حاطها بره جاي غير لها زيت لانه ماشي 13 الف كيلو للحين ما غيرت لها زيت مسكيل الفيجو مسكيل الوكالة يقول لك كل 10 الف كيلو تعال غير زيت لا تنسوا لك واشتراك السلام عليكم طبعا ما شاء الله تبارك الله طبعا راح يسول لها تغيير زيت و سيفون ب270 كان بياخذ عليه حول 900 وعليها يعني 930 و 940 اللي هو تغيير زيت و سيفون وصيانة قلت لي يا رجل خلص صيانة ما بغاها قال يروح عليك الضمان قلت لي يا عم ياخذ 900 سلامات خلني خلص الماركيز والصنديل والموستنج خلني خلصهم بس الله يتخلص العصر والتغيير زيت و سيفون والسيار اللي بتجيني الحين من تطبيق التطبيقات التاكسي بجيني فورد تورس 2016 تيجي بسيارة تكفورد والتطبيق اللي بجيني انا اشتغل فيه بعد بس ما بغى سوي الاعلان لان تطبيق مخيس كلهم تطبيقات مخيسة حق التوصيل لان هم دايما واقفين مع الزبون بس مو واقفين مع لدرايف السايق لكن المرة هذي انقلب انقلب السحر على الساحر يعني بدل ما اوصل الناس الناس بتوصلني الان با حمل تطبيق التوصيل ان يوصلوني باك على العموم اللي بجيني فورد تورس 2016 وعلى قولت يقول لي ان تطلق زبون قعدت اسأله عن قطع غيار يحتاجها هههههههههههههههههههههههههههههههههه اطولت عليكم يا شباب داري ما في محتوى و بس سؤال لكن سمحوني يا شباب بكرا بيفتح التقديم على الكلية التقنية بكرا بيفتح التقديم على الكلية التقنية ودعواتكم اللي ان شاء الله انقبل وصير ميكانيكي وتشوفون المحتوى الصح وانا اوض بمكاني وقيور ان شاء الله دعواتكم للتوفيق وانا تنسوا الليك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفروض اذا فكتوا مع الضرب اللي جاءت يا شباب المحروق وصف ومشنوخ اشتالفه او جايح عج او جاه عج ما دعوه ماذا جاه عج للا جاه عج وانا سنوينا تلميع هذا للا تلميع وانا تلميع يجي طلع خشمي ادري والله مشكلة سواقين التطبيقات تنتظرها تنتظرها ما يجي على العمومة لجالس في فورد F-350 ونوافذ هندل منزل قزاز ومريح والله شفتوا كيف فجالسين والله الدبل ارضي هنا ماشاء الله تبارك الله الدبل ارضي بس والله يليت تخيلوا والله بس لعلا بغلل الشاس الطويل ماشاء الله تبارك الله بس الله شي جميل اقسم بالله ماشاء الله اشوف لا خاف اصفط المرايب تنكسر حاول اصفطها بس لعلا خاف تنكسر بس تمدي قدام وراء قدام وراء اعلموا من الجوال 4% بيطفي خلونا نطفي التصوير عشان لا يطفي وابلش يجي التكسي وجوالي طافي ويسحب علي وارجع ماشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة